بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة بتعتبر دراسة السلوك الإنساني من أصعب المهام اللي بتواجه الباحثين السبب في كده أن السلوك أولاً بتحدد نتيجة تفاعل مجموعات شديدة التعقيد والتشابك من العوامل الداخلية والخارجية السبب الثاني أن الجزء الأكبر من السلوك الإنساني غير ظهر وما قدرش تدرسه بالملاحظة المباشرة السبب ده كان من ضروري أن احنا نبتدي كلامنا بأننا نبقى بعض المفاهيم أو بتوضيح بعض المفاهيم الأساسية اللي احنا عايزين ندفع علي بتشمل ثلاث مفاهيم أولاً لازم نوضح مفهوم العلوم السلوكية باعتبارها هي العلوم الخاصة بدراسة السلوك الإنساني هنا حاجة لازم نوضح طيب علم النفس ومفهومه ومجالاته لأنه طبعاً هو علم النفس المختص بدراسة السلوك الفرد وطبعاً الفرد سواء كان مستهلك أو موظف أو عميل لنا كما بنقول في السلوك المستهلك مهم إن أنا أفهمه كويس المصطلح الثالث أو المفهوم الثالث طيب إيه هو السلوك الإنساني؟ إيه مفهومه؟ إيه تعريفه؟ إيه هل هو أنشطة خارجية فقط؟ أولا أنشطة داخلية فقط؟ أولا بيجمع بين الاتنين؟ نقدر نهرف في العلوم السلوكية إنها فرع من العلوم الحديثة نسبية اللي بتهتم بالدراسة العلمية للسلوك الإنساني إزاي؟ عن طريق البحث المتعمق فيه وطبيعته الحقيقي إيبقى نقدر نقول إن عشان نوضح إيه هي العلوم السلوكية فيه ثلاث عناصر مهمة، أربعة عناصر مهمة في التعريف بتاعنا أولا إنها فرع من العلوم الحديثة، إنها بتهتم بالدراسة، ولازم نوصف الدراسة هنا بأنها دراسة علمية للسلوك الإنساني الدراسة العلمية بتتم إزاي؟ بتتم عن طريق البحث المتعمق في السلوك الإنساني نقدر الرابعة والأخيرة، طيب هل أنا احتمامي فما أجي بدرس العلوم السلوكية؟ هل زي ما بنقول باهتم بالسلوك كما يجب أن يكون؟ ولا أنا بيهمني بالأكتر السلوك الحقيقي الفعلي زي ما أقول للإنسان؟ الحقيقة عشان أقدر أتعامل مع الإنسان بيهمني أكتر السلوكه الحقيقي، وليس ما يجب أن يكون عليه السلوك الرشيد لهذا الإنسان؟ مصطلح العلوم السلوكية بيركز أساسا على ثلاث علوم اجتماعية أساسية علم النفس وعلم الاجتماع والإنثروبولوجيا أو اللي هي علم الأجناس نبتدي بعلم النفس، علم النفس نقدر نقوذها هي والدراسة العلمية لسلوك الفرط الدائرة اللي بتحرك فيها علم النفس هي الإنسان الفرط وليس الجماعة وبالتالي، علم النفس بيهتمل بدراسة كل أنواع سلوك الفرط سلوك الفرط ده محصلة أو نتيجة لمجموعتين من العوامل العوامل داخل الفرط نفسه وعوامل خارجية اللي هي متعلقة بالمؤثرات البيئة اللي حواليه طبيعية، ثقافية، اجتماعية إلى آخر من ناحية تانية، علم النفس زي ما بنقول بيدرس الجانبين من السلوك لأن أي سلوك له جانبين، سلوك الإنسان له جانبين الجانب الظاهري اللي أقدر ألاحظه باستوصورة سهلة واضحة زي إيه؟ زي النشاط اللقصي، طيب أنا بتكلم كده، بس موعو واضح أو النشاط الحركي، الحركة اللي أنا بتحركها الجانب الآخر، وده الصعوبة فيه اللي هو السلوك الخافي أو غير الظاهر وبيتمثل في العمليات اللي بتاحته داخل الإنسان وأبرزها أو أهمها بالنسبة لنا اللي بتتمينا هي العمليات العقلية تشمل التفكير، التذكر، النسيان، الإدراك، التعلم وغيرها من العمليات العقلية أنا ما أقدرش ألاحظها أو أشوفها العمليات دي لأنها جوعة للإنسان إنما أنا أقدر أستدل عليها لو اترجمت في صورة سلوك خارجي هنا زي ما بنقول في قول أو في فعل بيعمله الإنسان العلم الثاني من العلوم السلوكية هو علم الاجتماع والدائرة اللي بتحرك فيه علم الاجتماع هي الجماعة وليس الفرط وبالتالي هو بيهتم بدراسة الظاهر الاجتماعية، النظم الاجتماعية، الجماعات وزي بتتكون وتتشكل، إيه العوامل اللي تخليها متمسكة، وإيه العوامل اللي تؤدي إلى سوق التنظيم الاجتماعي فيه العلم الثالث من العلوم السلوكية هو الإنسروبولوجيا أو علم الأجناس والعلم ده الحقيقة بنقسم إلى قسمين رأسيين قسم الأول هو ما يطلق عليه الإنسروبولوجيا الطبيعية اللي هو بيهتم بدراسة الخصائص الطبيعية للإنسان، للأجناس المختلفة هنلاقي من حيث مثلاً لون البشرة، طول القامة، لون الشعر، العنين، إلى آخر القسم الثاني هو الإنسروبولوجيا الثقافية أو الاجتماعية بيتناول التراث الاجتماعي للإنسان عاداته، تقاليده، لغته، دينه إلى آخر، اللي بتختلف من شعب إلى آخر المفهوم الثاني اللي عاوزين نتكلم عنه بالتفصيل أكتر هو علم النفس والحقيقة إحنا عرفنا علم النفس من شوية زغيرة، إنما نقدر نقول إنه يهمنا كمان نعرف إيه الفروح أو المجالات بتاعة علم النفس أنا بقسم علم النفس إلى نوعين من المجالين المجال الأول اللي هو بيدرس النظريات الجانب، بيدرس النظريات المختلفة والمبادئ اللي بتتحكم في السلوك الإنسان المجموعة الأخرى، هنا زي ما بنقول بيطبق النظريات دي والمبادئ في السلوك الإنساني في ميدين الحياة والعمل المختلفة وبالتالي الأولى هي مجالات ما يطلق عليه علم النفس النظري، باعتباره بيدرس النظريات والثانية هي مجالات علم النفس التطبيقي باعتباره بيطبق هذه النظريات على ميدين الحياة والعمل المختلفة بتشمل مجالات علم النفس النظري ست مجالات علم النفس العام، علم النفس الاجتماعي، علم النفس النمو، علم النفس التربوي، علم النفس الحيوان، علم النفس المراتي أما مجالات علم النفس التطبيقي فبتشمل خمس مجالات اللي يمكن بيهمونا بالأكتر هنا في مجال التجارة، هنا قليل التجارة هم علم النفس التجاري وعلم النفس الصناعي لنما خلينا نقول أن المجالات الخامسة هي علم النفس العلاجي، علم النفس الحربي، علم النفس الجنائي، ثم علم النفس التجاري وهنا يهمنا لأنه بيهتم بدراسة سلوك المستهلكين وبيتعرف على دوافعهم الشرائية واتجاهاتهم ويقولهم بيحلل سلوكهم الشرائي أثناء عملية اتخاذ قرار الشرائي الفرع الأخير أو المجال الأخير من مجالات علم النفس التطبيق هي علم النفس الصناعي اللي هو بيطبق مناهج البحث الخاصة بعلم النفس في المشكلات اللي بتنشع في المجال الصناعي أو الاقتصادي بيدخل فيها اختيار الأفراد وتوجيههم، توجيه التفق مع قدراتهم وميولهم وسائل معنى حوادث العمل وسائل التدريب إزاي نحس الإنتاج كماً وكيفاً الظروف الصحية للعمل زي الإضاءة والتهوية عهم للتعب والملل، الروح المعنوية وأثارها على الإنتاج المفهوم الأخير اللي عاوزين نتعرض له بشيء من التفصيل هو السلوك الإنسان أولاً نعرف السلوك، السلوك زي ما اتفقنا له جانبين وبالتالي نقدر نعجاني خارجي وجانب داخلي وبالتالي السلوك نقدر نعرفه بأنه جميع الأنشطة اللي بيقوم بها الكائن الحي سواء سلوك خارجي يمكن ملحظته ومشاهدته زي ما قلنا زي النشاط اللافزي أو الحركي أو أنشطة عقلية أو فيسيولوجية تحدث داخل الكائن الحي ذاتي المستهل يشمل السلوك جميع أنشطة الكائن الحي الداخلية والخارجي نقدر نحدد أربع خصائص بيمتاز بها السلوك الإنسان أولاً أنه سلوك مسبب بمعنى أنه دايماً في سبب بيقدي إلى نشأته، ظهوره تاني حاجة أنه سلوك هادف بمعنى أنه هو بيسعى إلى تحقيق غاية معينة أو إشباح حاجة معينة ثلاثة أنه سلوك متنوع بمعنى أنه له صور متعددة ومتنوعة حسب الموقف اللي بيوجهه الإنسان وأخيراً أنه سلوك ممرن بمعنى أنه ممكن أنه قابل للتعديل والتبديل بس مع ملاحظة حاجة أن مرونة السلوك دي عملياً نسبياً تختلف من شخص لآخر حسب شخصية كل إنسان زي ما طيب، هنشوف أنه في النظريات المختلفة والعلماء المختلفين حاولوا أنهم يفسروا السلوك الإنسان نقدر نقول أنهم نتقسموا على فرقين نحن قلنا في البداية أن السلوك الإنساني نتيجة تفاعل مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية وجد النظر الأولى ركزت على العوامل الداخلية وبالذات على الدوافع الدوافع الإنسان اللي كان بتسميها الغربس من النظريات دي نظرية واحدة اسمه ماجدول اللي هو حط عدد كبير من الغرائز هي اللي بتقدي إلى سلوك الإنسان أو وراء سلوك الإنسان فرويد وهي النظرية اللي احنا عم نتعرض لها حالاً دلوقتي فرويد بيشوف لا أنا ممكن أجمل كل الغرائز دي أو الدوافع زي ما شماها لغريستين فقط غريزة الحياة أو الغريزة الجنسية وغريزة الموت أو العدوان والتدبيق غريزة الحياة بتظهر في كل ما نكون به من أعمال إيجابية بناءة من أجل المحافظة على حياتنا وعلى استمرار وجود الجنس البشري أما غريزة الموت فبتبدوا في السلوك التخريبي وفي الهد والعدوان العدوان مش بالضرورة يكون على الغير بس ممكن أيضاً يكون العدوان على النفس من الجوانب المهمة اللي جابتها لنا مدرسة التحليل النفسي أنا قالت لنا أن السلوك مش من ضروري أن يكون الدافع وراه شعوري ممكن أوي الإنسان في رأي فرويد ممكن يقوم بكتير من أرماط السلوك اللي هو نفسه ما يكونش عارف الدافع وراه السبب وراه وبالتالي أنا نو سألت أي إنسان لأنت عملت كده ليه؟ إيه الأسباب اللي وراه سلوكك ده أو تصرفك ده ممكن يكون عارف وبالتالي الدافع هنا بيكون شعوري ويقوله لنا السبب وممكن يكون عارف بس ما يحبش إن هو يقوله وأيضا هنا بيكون الدافع شعوري وممكن يكون الدافع له شعوري وبالتالي هو هو نفسه ما بيكونش عارف السبب وراه التصرف أو السلوك اللي هو عمله مجموعة تانية من النظريات ركزت على على الناحية الخارجية على العوامل الخارجية وبالتالي هنا زي ما بنقول ومن أشهر الناس دولي من أصحاب المدرسة السلوكية اللي بتقولي إن هي ما فيش حاجة اسمها دوافع إنما هو السلوك الكائن الحي هو عبارة عن ردود أفعال مش نتيجة دوافع داخلية إنما نتيجة المنبهات أو مؤسرات حسية تقع الحواس وبالتالي زي ما بنقول تصر السلوك تفسير آلي ميكانيك ردود أفعال هي اللي بتقدي إلى المنبهات الحسية والحركية دي اللي جاية من الخارج من البيئة الخارجية بتصير سلسلة من الأفعال المنعكس عند الكائن الحي يبقى السلوك وجهة نظرهم وجهة نظرزة المدرسة السلوكية هو ردود أفعال إنما الحقيقة إن أنا لو حبينا بقى نفسر نفسر السلوك تفسير موضوعي متكامل نقدر نقول الحقيقة إن لا العوامل الداخلية فقط هي المسببة للسلوك ولا العوامل الخارجية فقط هي المسببة للسلوك إنما المسؤول عن السلوك مجموعة من العوامل الداخلية الذاتية موجودة في الفرد نفسه ومجموعة من العوامل الخارجية اللي هي مرتبطة بالبيئة المادية والاجتماعية اللي بيعيش فيها بتشمل القوة الداخلية أو العوامل الداخلية التكوين الوراثي للكائن الحي العوامل الجسمية والفسيولوجية لأن في الآخر السلوك ما بيتمش إلا عن طريق تكوينات جسمانية يعني أنا بمشي عشان عندي رجلي إن الطائر بيطير عشان عنده جناحين إلى آخر أي سلوك أو تصرف أو نشاط بيتعمل مرتبط بتكوين جسماني معين العامل الثالث الداخلي الثالث هو الحالة النفسية للفرد والحقيقة أنا أكيد سلوك الإنسان الحزين غير السعيد سلوك الشخص القلق غير الشخص الهادي المستقر العامل الرابع من العوامل الداخلية الخبرة الساقة يعني أنا زي ما بنقول لو أنا أنا عاوز أتنبأ بسلوك الفرد ممكن أن أنا أحاول أعرف إيه هي خبراته أو المهاراته أو معرفه أو معتقداته لأن أنا أكثر أعرف هنا أو أتوقع إيه السلوك اللي هيتصرفه وفقا لهذه المعارات والمعارف والمعتقدات ثم عندي بعد كده الدوافع اللي هي أسباب السلوك هي زي ما بنعرفها هي القوة أو الباعث المسبب لسلوك هادف معين ملحل زي ما قلنا أنه من خصائص السلوك الإنساني أول خصية بتميزه أنه هو مسبب مسبب يعني إيه؟ يعني وراء دافع وراء قوة بتدفعه إلى التصرف بهذه الطريقة أخيرا عندي في العوامل الداخلية سمات الشخصية سلوك الفرد في موقف معين هو نتيجة تفاعل مجموعة من السمات الشخصية اللي بتمتاز بيها هذا الفرد وهذه السمات بتختلف أو السمات بتختلف من شخص إلى آخر منطوي منبسط متحفز متحرر كل دي من سمات الشخصية لو جينا بالنسبة للقوة الخارجية اللي بتتفاعل مع القوة الداخلية حنلاقي إنها بنقسمها إلى حكتين بيئة الفرد الخاصة اللي هي زي ما بنقول بيختلف فيها الأفراد بعضهم عن بعض تتكون من ثلاث عناصر أساسية الطبقة الاجتماعية اللي بنتمي إليها الجماعات المرجعية بمعنى المرجع بتاعهم من الأفراد المحيطين به التأثير الشخصي لقادة الرأي في كل مجتمع من المجتمعات فيما من يطلق عليهم قادة الرأي أو الفكرة ممكن يكونوا بيكون سياسة، فن، إعلام إلى آخر أما البيئة الخارجية بقصد بيها مجموعة العوامل الخارجية اللي بتحيط بالفرد في المجتمع اللي بيعيش فيها وهي زي ما بنقول بتحيط بينا كلنا زي بعضها تتكون البيئة الخارجية من مجموعة من المكونات منها البيئة السياسية القصدية الطبيعية الثقافية ترجمة نانسي قنقر